وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون فلما جهزهم بجهازهم قالتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرؤون قالوا سمراه ذو عنه أباه وإن بالفاعرون وقال لفتيانه اجعلوا بذاتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منعنا الكيل فأرسل معنا أخانا نتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم وردت إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبهي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحذ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا مني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله عليك توكلت عليك توكلت عليك فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبواب ما كان يبني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسهم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلما جوزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أدن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع المليك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاءه إن كنتم كاذبين قالوا جزاءه من وجد في رحله فهو جزاءه كذلك نجزي الظلمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه فيه للملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عديم قالوا إن يسرق فقد زرق أخلا من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندهم وإنا إذا لظالحون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن نبذك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال من زولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صبر جميل صبر جميل شكرا